أولا العراق العراق مشكلة أنه موقع الجغرافي هناك موقع جغرافي للعراق هو الذي يجعله يكون بمرحلة الحرج لذلك هذه مرحلة الحرج عليه أن يتخلص منها بأسرع وقت والعراق يحاول أن يكون إيجابيا يحاول أن يكون مؤثرا في محيطه الإقليمي وهذا بالتحديد ما قامت به الحكومة حينما لجأت إلى عملية إصلاح يعني العلاقات المتصدعة بين إيران وبين الولايات المتحدة وأعتقد أنه يعني الدافع الإقليمي هو دافع كبير ولعب العراق والمملكة العربية السعودية على حد سواء جهودا جبارة لردم هوة جميع الخلافات والتباين في هذه العلاقة لذلك هناك بون كان شاسعا بين الولايات المتحدة وبين إيران أستطيع القول أنه نوعا ما تم تهدئة فورته سيما مع قدوم ترامب إلى الحكم وإن كان بعده لم يستلم لكن أعتقد يعني هناك أمور تلوح بالإفق من بينها عملية تهدئة من بينها وإيجاد مخرجات عاجلة إلى الوضع العراقي في وضع غزة ووضع جنوب لبنان ووضع سوريا وأعتقد اليوم القمة كانت يعني كلمات رؤساء الدول والملوك كانت يعني إيجابية جدا وكانت مفاجئة أبرزها الكلمة التي تلاها ولي العهد السعودي يعني كانت كلمة جريئة شجاعة منصفة حيادية نوعا ما لحمل الوطن العربي والشرق الأوسط إلى بر الأمان في سياق مزاعم إسرائيل باستخدام راضي العراق أستاذ فاضل مستشار الأمن القومي قاسم العراجي برفقة وزير داخلية تقديم كردستان رابر أحمد في طهران أهمية هذا التواجد وما سيبحث فيه وهل تعتقد أن وجود رابر أحمد ربما في محاولة لإثاني طهران عن احتمال استهدى فيها ما تزعم أنه مصالح لإسرائيل في كردستان كما حدث مع رجل الأعمال الكردي بيسرو يعني أولا الأخ قاسم العراجي يعني منذ فترة ليست بالقريبة هو يبدو الجهود استثنائية فيما يتعلق ببسط الأمن وبسط السلام في المنطقة خصوصا بين العراق ومحيطه الإقليمي وبين إيران وبين الدول في المنطقة بعينها وأعتقد أن وجود سيد قاسم العراجي في إيران أولا علاقة تربطه علاقات تأريخية ومتجذرة بينها وبين الجانب الإيراني فضلا عن ذلك يعني العراق يستطيع أن يكون لاعبا حرفيا ومهنيا في تهدئة الأوضاع فضلا عن ذلك اليوم العراق يعني فلسفة الحكومة هي تأبى وتأنف أن يتم استخدام الأراضي العراقية منطلقا للعدوان على أي دولة سواء كان عن طريق يعني ممره الجوي أو أراضيه أو بحاره أو شواطئه لذلك العراق يرفض أن يكون منطلقا للعدوان على أي دولة ويرفض بالوقت عينه أن تكون مناوشات بين هذه الدول ويكون مسرح سقوطها هو في العراق موسيقى